بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة معكم الدكتور فيصل سالم الهيشري سنواصل شرح مقرر كيميو عضوية واحد وسنمر إذن إلى الجزء الثاني حيث سنقوم إذن بشرح تفاعلات الألكيل هاليد وبداية ستكون بشرح ميكانيكية الاستبدال النيكلوفيلي أحادي الجزائية أس آن واحد تبرز هاليد الألكيل تنوعا كيميائيا كبيرا قد تترك ذرة الهالوجين مع الزوج الإلكتروني الرابطة الرابطة هاليد الألكيل التالية مثال هنا كاربون X R1 R2 R3 إذن يمكن أن تترك الهالوجين هذه الرابطة وتأخذ هذا الزوج الإلكتروني بطبيعة حالة نتيجة للفرق في الكهروساليبية هنا لأنه سبق وقلنا أن الهالوجينات تتميز بكهروساليبية عالية مقارنة بالكاربون فبالتالي هي رابطة قطبية والإكس إذن يمكن أن تسحب هذا الزوج الإلكتروني وتنكس الرابطة ونتحصل بالتالي على وسيط متمثل في الكاربوكاتيون هنا إذن ومجموعة مغادرة جيدة تتمثل هنا في الإكس سالب إذن العنصر الهاليد هنا أو الأيون الهاليد إذن هذا مستقر بطبيعة الحال احتوائه على ثماني كترونيات في مدار التكافر إنما هذا الوسيط هنا غير مستقر سيواصل التفاعل هناك نوعين من التفاعلات سنلاحظ أن هناك تفاعل الاستبدال وهناك تفاعل إذن تفاعل الاستبدال الذي سنقوم بدراسته وشرحه أولا ثم الجزء الثاني من هذا المحور وهو تفاعل الانتزاع أو الحذف إذن تفاعل الانتزاع الجزء الثاني لهذا المحور إذن بداية الاستبدال النيكلوفيلي إذن يتم خلال هذا التفاعل كصر غير متجانس قلنا للرابطة القطبية المتمثلة بين الكاربون والهالوجين إذن هالدة الألكيل تتناسب جيدا مع هذا النوع من التفاعلات أي تفاعل الاستبدال النيكلوفيلي بسبب قطبية الرابطة بين الكاربون والهالوجين كما قلنا هنا إذن النيكلوفيل خلال هذا التفاعل سيأخذ مكان المجموعة المغادرة المتمثلة هنا في الـ X يعني عنصر أو إيون الهليد يعني X سالب إذن النيكلوفيل هنا إذن خلال قبل كل شيء يعني هنا الرابطة كما قلنا هي رابطة قطبية يعني هنا توجد شحنة جزئية الموجبة وهنا شحنة جزئية السالبة فبالتالي إذن تجاذب النيكلوفيل مع الكاربون الذي يحتوي الشحنة القطبية الموجبة إذن النيكلوفيل يقترب من هنا ثم يرتبط مع هذا الكاربون وخلال الارتباط إذن قلنا سيغادر عنصر الهاليد هنا أو أيون الهاليد هنا ذرة الكاربون وبالتالي إذن نتحصل على هذا المركب مع تشكيل رابطة جديدة بين الكاربون والنيكليوفيل أوضح الدراسات أن هناك ميكانيكيتين للاستبدال النيكليوفيلي سنقوم بشرحهم فيما بعد هناك إذن S1 تفاعل استبدال أحادي الجزائية وهناك تفاعل ثاني وهو تفاعل استبدال ثنائي الجزائية ويتوقف مصار الذي يسلكه هذا التفاعل يعني نوعية الميكانيكيت للإستبدال يعني S1 أو S2 تتوقف كل تفاعل على عوامل التفاعل فهناك العوامل التي تؤدي إلى هذا النوع هناك نوعية هاليد الألكيل Rx المتفاعل يعني أولي أو ثانوي أو ثالثي كذلك هناك مذيب أو نوعية المذيب أو قوية